بداية كيف تقرأ مفهوم تجديد الخطاب الديني؟ هل هو يعني تجديد الوسائل وأسلوب الخطاب نفسه؟ أم يعني يشمل الأمر تجديد ما يتعلق به على أحكام نفسه؟ المقصود بتجديد الخطاب الديني أن نعيد إحياء هذا الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة قائماً على الرحمة الشاملة العظمة قائماً على المحبة قائماً على التعاون قائماً على إكرام الضيف قائماً على المساهمة الإيجابية في المجتمع هذا هو المقصود من تجديد القطاب الديني أن نفعل هذه القيام أن لا تكون هذه القيام نظرية كلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه القصد هو هنا من تجديد القطاب الديني تفعيل هذا الحديث لا حفظ كلماته فقط نعم على الجانب الآخر مسألة الفتوى وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والظروف المحيطة كيف تقرأ هذا الأمر؟ هذا من أصلي وأسي صنع الفتوى الفتوى صنعة الفتوى لا بد أن تقاس المفتي هو كالطبيب الذي يعطي الدواء لكل مريض حسب حالته إذن لا بد من أن فتوى أن تكون مناسبة لزمانها وعصرها وظروفها متأصلة في أساسها على الكتاب والسنة الوضع الإفتائي أو الخطاب الإفتائي حاليا حضرتك كيف تقيمه دور المؤسسات الدينية في هذا الأمر؟ الوضع الإفتائي فيه تحسن لكن ما تقوم به دور الإفتائي المصرية مثلا ودور الأمان العامل دور هيئة الإفتائي في العالم هذا دور ريادي مهم تطلع به دار الإفتائي المصرية يسعى إلى ضبط الفتوى إلى تنمية الفتوى تبيض الكادر الإفتائي إلى فتح هذه المصادر العلمية والتراثية للجميع هذا يساعد في ضبط الفتوى لأننا عانينا من فوضى في الفتوى أدت إلى فتوى كراهية وفتوى وخطاب كراهية وفتوى دمار وقتل بينما الإسلام يسعى إلى التنمية يسعى إلى التعمير لا يسعى إلى التدمير نحن أبناء آدم لسنا أبناء إبليس آدم الله خلقه من تراب وانطين الله خلق إبليس من نار كوننا أبناء آدم أبانا آدم عليه السلام من طين والطين فيه ماء وتراب والماء حياة نحن قوة تعمير بينما إبليس قوة تدمير على الجانب الآخر وزي ما حركت ذكرت يعني مسألة الخطاب الإفتائي هل هو في عصرنا الحالي منوض بالمؤسسات الدينية وفقت أم أن الأفراد من حقهم الإجتهاد أيضا على اعتبار أنه يطلب العلم ويجتهد في إطار العلم لا بد من التخصص لكل فن رجال فعدم التخصص مسارا إلى التهلكة لكن أقصد مسألة العمل المؤسسي هل هو ضرورة في هذا العصر أن يكون الإفتاء أو أن تكون الفتاوى صادرة عن مؤسسات دينية معنية بهذا الأمر حتى يمكن ضبط الأمر؟ نعم أظن ذلك لأننا بعيدون عن الإمام أبي حنيفة وموسوعيته العلمية والشافعي ناصر السنة رحمه الله ورضي عنه وموسوعيته العلمية نحن نحتاج إلى مؤسسة لكي نقارب ما كان عليه أسلافنا رضي الله عنهم ورحمه نعم هل هناك تعارض بين تقديد الكتاب الديني والرجوع إلى هؤلاء الأئمة العظام يعني الذين أسسوا للفقه؟ أبدا يا سيدهم هؤلاء الأئمة كسيد الإمام الشافعي مثلا وغيره من الأئمة هؤلاء أسسوا على الكتاب والسنة وما قالوه وما استنبطوه هو استئناس فهذا نحن نقوم على التأسيس على الكتاب والسنة والاستئناس بما قاله هؤلاء العظام إذن هو بناء على ما قام به تماما نعم على الجانب الآخر وحضرتك ذكرت مسألة خطاب الكراهية خطاب الكراهية كيف يمكن التصدي له في الوقت المعاصر؟ هذه مشكلة عويصة الحقيقة يعني يعوم فيها العالم بأجمعه نعم أقول لابد أن نرجع إلى أصل هذا الدين الأصل القيمي في هذا الدين وهو الرحمة والمحبة العنف القولي والعنف الفعلي والعنف الفكري إنما ينتج عن فراغ في المحبة حتى الإيمان وعدمه ينتج عن فراغ في المحبة لقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونا ما قال فسوف يأتي الله بقوم عقيدتهم راسخة ومعلوماتهم غزيرة لا فإذن فراغ المحبة ينتج عنه عنف فكري يتمثل بالكفر بالله عز وجل وعنف فكري يتمثل أيضا بكفر النعمة بمعاملة الإنسان لأخيه الإنسان وبكراهيات الآخر نعم بطريقة غير لائقة هكذا نعم هو واجب مؤسسي وواجب على مستوى الأفراد بلا شك لأن تنمية المحبة الإنسان بلا محبة لا قيمة له بنسكن حكس شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا عبر شاشة قناة الناس شكرا لكم أفهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا